طيب كمان عايزين نعرف آخر الترتيبات وآخر إجراءات الاحترازية في ملعب الأهل وي السلام قبل تحرك فريق النادي الأهلي لذلك أذهب مباشرة إلى ملعب المباراة مع الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي مساء الخير يا شريف وفي البداية عايزة أتطمن منك على الأخبار في ملعب المباراة والإجراءات الاحترازية والجديد النهاردة في ملعب المباراة قبل وصول الفريقين وطاقم التحكيم أو إذا حتى في حد وصل عندك من المرأبين أو حتى فريق الانتاج الحربي والحكام تقدر طلنا بكل ما هو جديد لديك تعالي لك زميل محمد ولكل مشاهدي قانات النادي الأهلي في كل مكان مباراة الأهلي والانتاج الحربي اللي هتكون فيه السابعة والنصف على أستاذ الأهلي والسلامي خلينا كلمك على الدخول الدخول إجراءات قوية جدا ولكن فيه نظام شديد جدا تواجد شرطي كبير ولكن المكتوب اسمه في الكشف أو بيحمل أيدي اتحاد القرى مصري بتم السماح له بالدخول على الفور إجراءات احترازية قوية جدا ممنوع منعبتا حد يتواجد فيه إستاذ الأهلي والسلام دون مصق الوجه أو الكمامة ممنوع منعبتا الإجراءات الاحترازية في كل مكان قوية جدا النادي الأهلي يمكن أرسل أحد فنيين عنده عشي خاطر يعقم غرف الملابس دكا البودلاء الإستاذ أيضا بيقوم بتعقيم الإستاذ كل ربع ساعة أو تلت ساعة هنا الإجراءات الاحترازية قوية جدا يا رب يسلم الجميع حكم مباراة أو محدش سيوصل أي من الفرقين أو حكم المباراة ولكن كان معروف من الأمس عندما أعلن اتحاد القرى المصري أن سيكون حكم مباراة اليوم والحكم أمين عمر كان لي اتصال منذ خليل مع الكابتن أمين عمر ورئيس لجنة الحكام طبعا الكابتن وجي أحمد الكابتن أمين قال أنا عملت رابط تست وظهر أجسام مضادة فبلغت اللجنة والنهاردة عملت البي سي آر وفي انتظار النتيجة في الليل أو بكرة الصبح كلمت الكابتن وجي أحمد قال لي احنا بنستعد لهذه أي مباراة بعين حكم ساحة وبعين ليه بديل وتاني وسالس تحسبا لأي إجراءات ممكن تحصل لقدر الله لو في حادثة أو لو في حاجة زي ما حصل النهاردة مع كابتن أمين عمر وهي الكورونا وبالفعل كان موجود النهاردة بديل ليه هو الكابتن محمد عادل وهو حكم كبير وحكم دولي وهيساعده أحمد توفيق مساعد أول ومساعد ثاني رجب محمد وحكم رابع محمود رجدي وحكم الفيديو اليوم محمد عباس أبيل ومساعد إبراهيم محجوب يا رب بإذن الله يكون طاقم التحكيم موفق إلى حد كبير النهاردة ويدي لفرقين حقهم بإذن الله زي مرتلك الأهلي بإذن الله ينتظر وصوله في السادسة بإذن الله مساء قبل انطلاق المباراة بحوالي ساعة ونصف الانتاج الحرب هيجي ستة لربعة وستة بكتير جدا برضو هيكون متواجد طبعا في استاد الأهلي والسلام بطمنك وبطمن كل مشاهدي قناة النادي الأهلي هنا الأمور كويسة جدا الاستاد على أعلى مستوى أرضية الملعب على أعلى مستوى الكل يمكن مستعد لهذه المواجهة ويارب بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي ونفوز بسلاس نقاط جداد يضافوا إلى رصيد أهلي عشان يفضل في الصدار بإذن الله ونحافظ على بطولة الدوري المحبوبة لكل جماهير النادي الأهلي شكرا لك زميل العزيز شريف شعبان من ملعب المباراة أطلعنا على كل ما هو جديد في استعداد الفريقين وطاقم التحكيم لمباراة الأهلي والإنتاج الحربية